مشاكل النطق عند الأولاد بين تأخر وإتراب تأخر النطق وارتباطه بالسلوكيات عند الأطفال تقنيات علمية لنصق سليم مرحبا بعض الأهل بيتشكوا أنه ابنه نصر عمره سنتين وبعد ما بيحكي أو أنجق بفهم كم كلمة وياما منسمع أنجق عمره سنة بيترغل كل الحكة وبيحكي أكبر من عمره هالاختلاف بمرحلة بداية النطق عند الأولاد كيف منفسرها؟ أي متى فينا نحكي عن مشكلة حقيقية؟ رح نستوضح أكثر عن هالموضوع مع أليم أبو كرم اختصاصية باللغة وعلاج النطق تفضلي أليم أهلا وسهلا فيك سهلا وسهلا أليم أليم قدام مشاكل النطق عند الأطفال شائعة اليوم؟ يعصرنا هلأ صرنا بنقدر نعرف أكتر عن ولاد عندهم تأخر بالنطق لأنه الأهل كمان صار عندهم وعي أكتر وانتباه لحتى يحسوا على ولادهم أو يقدروا يشخصوا إذا الولد عنده مشكلة أو صعوبة أو لأ يعني هلأ كمان صار الزيارات الدورية عند الطبيب عم تكون كتيرة وهي دي أهميتها كمان بالمشاركة بين رأي الأهل ورأي الطبيب واكتشاف هذه المشكلة بالنطق مشاكل النطق أمتى نستنتج أنه عن جد هيدا الطفل عنده مشكلة؟ طبيعي الأهل هنا أكتر ناس قدرين يبلشوا يحسوا على ولادهم من خلال تطورهم إذا عندهم حيل لنوع مشكل أو إذا حسين فيه تأخر الولد مفروض وقته يبلش يصير عمره شهرين أو ثلاثة يبلش يعمل ردات تفاعلية يعني يبلش يضحك يتطلع بالعيون وقته منعيت له باسمه أو يسمع صوت أهله أو الأشخاص المحيطين فيه يصير يبرم لحتى يتطلع على الصوت من وين جاي وشوي شوي رح يصير الولد يبلش يعمل أصوات بسيطة يعني نحنا منقلهم بلغتنا يكاغي يعني يبلش يعمل غب مما ما تا تا لحتى هالأصوات البسيطة شوي شوي تصير عنا مثل كلمات وهالكلمات مع الوقت بيصير الولد يقدر يجمعهم سوا لحتى ما يصير في عنا جمل بسيطين وبالتالي يقدر الولد بعدين على العمر أكبر يقدر يعبر ونحكي عن هالكلمات أو هالجمل ابتداء من عمر السنة ونص للسنتين ونص هالولد رح يكون عم يكتسب كلمات بكل مرحلة عمرية رح يكونوا عم بزيدوا عدد كلماته أكتر بأكيد لغات متعددة حسب الأهل شو بيكونوا عم بيحكوا مع أولاده نكمل إذا كان حكيتي عن الحالة الطبيعية كيف بيصير النطق عبر سنين عند الأطفال في حال عنده مشاكل بالنطق شو العوارض الممكن تظهر على الطفل وإذا اختلفت هالعوارض شو بتكون الأسباب؟ هلأ لما نحنا بنحكي بتأخر بالنطق أهم شي نعرف أنه ما بدا تكون المشكلة مرتبطة بمشكل عروي أو فيزيولوجي يعني الولد بده يكون عنده نمو طبيعي ما صار فيه مشاكل ضمن الحبل أو الولادة وما عنا مشاكل فيزيولوجية عند الأطفال منلاحظ أنه هالولد ممكن يكون عنده مشكل بالنسبة للفهم أو بالتواصل يعني هنه أهم شغلتين على عمر كتير صغير وثالث مشكلة منشوفها هي التعبير لما الولاد ما بيكون عندهم عدد كلمات كفاية حتى يعبروا عن أفكارهم وأحتياجاتهم أو بيكون عندهم حتى صعوبة بالنسبة للفظ بنبلش بأول شيء يلي هي مشكلة التواصل يعني الولد ما بيكون بيطلع بالعينين منعيط له ما بيرد من جالي بنفرجيه مثلاً يعني منسمعه أصوات أو منفرجيه أمور حواليه الولد بنحسه أنه ما أنه مهتم أبداً هيدا بتبلش أول شغلة بالنسبة للتواصل كل الأهل المفروض يبلش ينتبهوا على هيدا الموضوع من عمر كتير صغير وبعدين في عنا مشكلة الفهم يعني لما نحنا منقول للولد عطيني الولد ما عم بيفهم علينا ما بيعطينا منعيط له غير أنه بس ما بيرد ما بيعرف أنه هيدا اسمه أو منطلب منه أمور أو أمور كتير بسيطة منحس أنه الولد ما عم يقدر يتفاعل أو ما عم يفهم علينا شو عم نحكي وهون ما عم نحكي أنه بس المشكلة مرتبطة باللغة يعني إذا نحنا عم نحكيه إنجليزي وهو الولد يحكي بس عربي مش معناته أنه الولد ما عم يفهم ضروري أنه نكون نحنا عم نتواصل معه باللغة يلي بلشنا نحكي فيها من عمر كتير صغير وهون منشوف إذا هالولد عم يفهم علينا ولا لا وضروري وقت الأهل بيحسوا أنه أولادهم في عندهم المشكلة بالنسبة للتواصل أو للتعبير أو بالفهم أنه يكونوا عم يتوجهوا عند أخصائي نطق لحتى يصير فيه تقييم وبالتالي متابعة على عمر كتير مكر كتير أهل بيقولونا أنه عم بيتغنج هيدا نوع من غنج قدابة إسماعية وهي بالفعل فيه وراها كتير أسباب تانية مثلا أسباب الصحية والطبية مشاكل بالسماع، مشاكل نورولوجية بجهاز العصبة بس فيه أسباب مباشرة غير هؤلاء السببابين الأساسية الطبية بتخلي الولد يكون عنده مشاكل بالنطق هلأ أهم شغلي هلأ من وجهها مؤخرا وكتير منحكي عنا وكتير عم نعمل توايا عليها هي قصة الولاد والشاشات أهم شيء أنه الأهل قد ما بيقدروا هيدا جواب الناط بدك يا إيه فهي المشكلة مع الشاشات أزمة كتير كبيرة لأن احنا أكيد صنا بعصر التكنولوجيا كلنا عنا سكرينز بين إيدينا إن كان تلفونات، تابلت هول مرض العصر هي الفكرة أنه نعرف نحنا نستعملهم بشكل ذكي مع الولاد بس ما فينا نقدمهم للأطفال تحت عمر السنتين وهيدا المشكلة الكتير كبيرة اللي عم بيصير لأنه الولاد عم ينعطوا التلفونات من عمر كتير صغير من قعدوا أنه خلص خلي يلتهي شوي لأنه أنا تعباني وما بلوم الأهل أكيد لأنه كمانا نحنا صرنا بيريت نمط حياتنا صار سريع وفي كتير سترس والأهل بدون شيء ويلقوا لهوة للولاد فالفكرة أنه لازم قد ما فينا نتفايد على الشاشات لأنه هي بتأثر كتير على تطور نمو الدماغ عند الأطفال وبالتالي أكيد بتساهم أكتر أنه هالولاد يتأخر بالنطق لأي عمر بتنصحي أنه يبلش ونقدر نعطيهن التليفان أو الآيباد شو ما منأخر فيه شو ما أفضل بس أكيد قبل عمر السنتين لازم ما يكون فيه أبدا تليفانات حلق يمكن تقولولي أنه تاب فيديو كول شو بيأثر إذا مثلا بي يعيش برا أو أنه بدنا نحكي هيدا نحنا منسميه انتر اكتف سكرين تايم يعني فيه تفاعل مش الولد قاعد عم يحضر وما حدا عم يحكي معه هيدا الانتر اكتف سكرين تايم نحنا بنسمح فيه بس أكيد بده يكون بيضمن وقت كتير صغير مفروض كلما نأخر نحنا تقديم الشاشات للولاد كلما بنكون عم نساعدهم بس بنفس الوقت بنكون عم نقدمهم النشطات الثانية بتساعدهم أنه يطوروا وينموا لدماغوا قدراتهم العقلية أكتر أنا رح كون أقاسي أكتر منك ورح قول مش نأخر نقول سفرة دقيقة على الشاشات قبل عمر السنتين لهالدرجة أنواع المشاكل النطق اكتار في ولد يكون عنده تأتأة في ولد يكون عنده مشكلة بيلفظ بعض الأحرف مثلا أو بيبدو الحرف عن حرف فيك تعديدين لنا بعض أنواع المشاكل النطق؟ هلأ من الإشاء اللي منشوفها أكتر شيشية عند الأطفال أنه بيشقلبوا الكلمات يعني مثلا بدل ما يقلك مفتاح بيقلك فتاح بيستبدلوا كلمات بكلمات تانية واللي كتير منسمعها واللي عطول تذكر الأهل أنه من الأفضل نتفذها كلياً هو البيبي توك أو الحكة باستعمال كلمات كتير للأطفال بالوقت اللي قادرين نحنا نعلم الولاد كلمات مثلا بنقول له الولاد بدك تشرب نبو نبو هي مش موجودة هي نحنا فينا نقول مي بدك تأكل نانا نانا هي أكل بس نانا يعني نحنا عم نقله عن كل الأكل الموجود مفروض أنه نقول للولاد بدك تفاحة بدك موزة بدك خبز يعني كل شغلة نسميها بإسمها تهل الولد يتعلم ويقدر يكون عم بيحكي كلمات صحيحة نحنا منشوف كمان أنواع من التأتأي اللي هي منسميها تأتأة فيزيولوجية ممكن تظهر عند الأطفال لحديث عمر ثلاث سنين ونص لما الولد بيكون بلش يتعلم كتير كلمات وعنده كتير أمور يقولها منحس أنه عم بيعلق بالكلمات يعني مثلا ممكن يعيد مقاطع صوتية من أول الكلمة مثل كرسي أو ماما بتحسوا أنه معجوق ومش عم يعرف كيف يدو يعبر عن كلماته وبيبلشوا المقاطع الصوتية يتكرروا لونك هيدا واحدة منهم فيه كمان عنا أكيد تشقلوا بالأحرف أو استبدال الأحرف يلي مفروض نقولها بشكل صحيح بأصوات تانية مثل الس بتصير ثه مثل حرف الراء بتسي يه وكتير مثلها أكيد يعني أنت وعم بتحكي هلأ أنا عم بتذكر أولاد أخواتي لأنه كلنا بنشوف هول إشياء عنا بالعائلة أو بالمجتمع اللي حولينا وفي كتير أهل هلأ عم يحضرون عم بيقولوا ييمة أنا ابني بيعمل هيك بيتأتقوا هيك أي مثل لازم يروحوا لعند المعالج في حال كيف يمشكلة؟ عطول أنا بقول للأهل هن أكتر أشخاص قادرين يحسوا إذا ولدهم عنده مشكلة أو لا مجرد ما الأهل يحسوا أنه فيه حيالة شك عندهم يمرتبط بيتطور أولادهم ضروري ما يخجلوا ويتوجهوا عند أخصائي ما نروح على الإنترنت وننبش ونشوف لأنه ممكن يكون عندنا كتير معلومات خاطئة لأفضل أنه نتواجه عند أخصائي أو عند طبيب الأطفال بالأول لحتى نقدر ناخد منه معلومات أكتر وهالشخص الأخصائي أو الطبيب هو قادر أنه يواجه الأهل بشكل مظبوط لحتى إذا كان فيه مشكل يصير فيه تدخل مبكر ونتفادى مشاكل تاني لبعدين وإذا ما كان فيه مشكلة فيه نصائح صغيرة بتنعطل الأهل ومنحلل المدوعة الحديث معيك ما بين مل منه مشان هيك أنت رح تبقى معنا ورح نتعرف معيك بعد شوي على بعض التقنيات اللي ممكن تساعد الأهل تعود ولادهم على النطق السليم أثبتت الأبحاث العلمية العلاقة الوسيئة بين قصور نمو المهارات اللغوية وبين المشكلات السلوكية عن الأطفال الاختصاصية النفسية للأطفال والاختصاصية بالإرشاد والتوجيه العائلة ريهان منزر رح تعطينا فكرة أوضح عن هالموضوع أهلا وسهلا فيك تفضلي ديهام هل عن جد في ارتباط بين القصور اللغوية عن الأطفال والمشاكل السلوكية تبعون؟ نعم للأسف في ارتباط لأنه إذا نحنا بنفكر فيها نحنا ككبار إذا في شيء عننا يقوله وما عم نقدر نعبر عنه وما عم نقدر نحطه بكلمات ونوصل فكرتنا نحنا نجد نعلم ونحس بتوتر لأنه مش قدرين نحكي عن شيء اللي بدنا نقوله ومن توتر أكتر بس الشخصي اللي بوجنا ما يفهم علينا نحنا شو بدنا نقول ذات الشي بيصير مع أولاد اللي هو إنه في عندهم كتير أفكار عم بتدور بيراسهم ومش عم بيقدروا يعبروا عنا وأهلهم يعني لأنه مش فاهمانين عليهم هني شو بدهم فنحنا بنقعد كأهل نتحذر شو بدهم وهذا شي بيزيد من توتر الأولاد فبالتالي منلاقي إنه في كتير بيصير تصرفات غير مرغوبة عن الأولاد وهون في لغض بيصير عند الأهل اللي يعني بيفكروا إنه هالتصرفات هي نفسية أو سلوكية بالوقت اللي هي نتيجة هالمشاكل النطق اللي عندونيها ومنشوف كمان هالأولاد مش بس بيعانوا بالبيت أيضاً وسين بيعانوا بالحضانة أو بالمدرسة لأنه بيتعرضوا للتنمر من قبل أطفال آخرين بيحكوا مثل العادة فشو لإنهيكاس على نفسيتهم بهالحالي؟ نعم منشوف أكتر شي هذا شي بيصير بالمدرسة أكتر من الحضانة لأنه بالأحضانة فيه أعمار مختلفة يعني فيه أولاد ما بيحكوا أبداً فيه أولاد على أول حكيون وفيه أولاد أكبر بيحكوا أحسن شوي بس لأنه فيه هالتنوع بأعمار الأولاد ثم ما بيكون فيه تنمر عادة على بعضهم وأصلاً الأولاد بهذا العمر ما بيعرفوا كيف يتنمروا يعني تحت عمر تقريباً الأربع خمس سنين إنه الولاد ما بيعرف فعلياً شو معاناة التنمر شو يعني إنه يقزي حداً بكلماته هذا الشيء بيصير أكتر بالمدرسة وأكيد قالوا إنعكاسات كبيرة من يشوفوا أولاد ما بقى بدون يروحوا على المدرسة أو بيبطلوا بدون يحكوا أبداً كرميل ما بقى يغلطوا أو يتقطقوا بالحكة أو يقولوا كلمة غلط فأكيد منلاقي كثير عن عكاسات نفسية ثم هنا أكيد مهم قدي الأهل بيكونوا وعين على إنه هاي هي المشكلة بالتحديد وإنه هل مشاكل بالنطق اللي عم بتصير قديه عم بتأثر على المدرسة وهي اللي عم بتخليون موضون يروحوا على المدرسة الصباح مش ولا مشكلة تانية فتحديد المشكلة هون كتير أساسية طيب الأهل قلوا نظر أكيد طبعاً غير إنه يخدون عند الطبيب ويعملوا لتشاكة بالدايم لازم يعملوا ويعالجوا المشكلة مع معالجي النطق لازم يعرفوا يتعاملوا مع ابنهم بينما يكون حسن وضعوا اللغوي نعم هلأ هي أصلاً واسم فكرة إنه الأهل يروحوا عند اختصاص النطق هي بحد زي تخطوة كتير كبيرة ضرورة نضوي عليها لأنه في كتير أهل بيعتبروا إنه الولاد يمكن لأنه بيه كان مأخر بالحكة هو بيتأخر بالحكة ما بيأثر ما في المشكل حتى لو كان في ناحية وراثية ضرورة نحنا نستشير فما فينا لو شو ما كان السبب اللي خلى الولاد يصير في عنده تأخر بالحكة أو تقطأ أو غيرها من مشاكل النطق ما فينا نأجل من استشارة اختصاصة ما فينا نقول ما علش ما فلان تأخر بسيطة فكتير مهم إنه هيدا أول خطوة لأنه هي الخطوة الأساسية هي الخطوة اللي على أساسها نحنا بنبني كل الأخرى تبعا فكتير مهم إنه هيدا النقطة ما كتير الأهل يأجلوا فيها والولد يعني بعد إذا منلاقي إنه بعد عمر السنتين ونص ما عم بيقدر يكون جملة من ثلاث أربع كلمات ويكون تقريباً خمسين لسبعين بالمئة من حكي واضح للناس الغربة يعني هون إحنا بيحاجة إنه نستشار أخصائية نطق والتقطقة كمانا لما ينلاقي إنه الولد كتير عم بتقطقة عم بتضل فترة ستة شهور ضروري نستشار أخصائية نطق حتى لو development stuttering في شيء بين عمر سنتين ونص وخمسة سنين بيصير اللي هو development stuttering اللي هو كتير طبيعي عادة بيقطع فيه لولاد بس حتى لو نحنا بنعتبرها مرحلة طبيعية وحتى لو تعتبر تحت عنوان developmental stuttering ستل ضروري نستشار أخصائية نطق لنشوف إذا فيه شيء نحنا لازم بنعمله وكرميل نتفايدة أغلاط اللي هو برجع لسؤال الأساسي في كتير إشياء نحنا بنعملها بتزيد أو ما بتكون كتير مساعدة للولد يعني لما نقل له روء ماما حكي رجع اللي جملي من الأول فسر لي شو بدك هذا شيء بيزيد من توتر الولد فهولي الأشياء لازم الأهل يجربوا يتفادون وما يرجزوا ها علق علق خذ لك هلا ربع ساعة بدا تاخد معه لا يطلع جملة فهولي الأشياء أكيد يعني إن إحنا بنكون عم نتنمر على الأولاد قبل ما يكونوا عم بيتعرضوا لتنمر بالمدرسة ونشوف كمان واسيم الأهل كمان بيضايقوا نفسيا لأنه تارف الأهل بدون أولادهم أحسن شيء كيف حال بس يشوفوا أولاد غير عم يحكوا أحسن من أولادهم بينعكس سلبيا على نفسيتهم شو بتنصح الأهل بهك حالة طي تخلصوا من هالحالة نفسية طبعا هو لا شك إنه حيالة شي بيصير مع الولاد بالعمر صغير بيأثر على الأهل بيحسسهم بالزنب بمحل معين إنه أنا شو عملت شي غلط أنا من وراي شو لازم أعمل بتحس الأم حالة هي غير وولادة غير الشي الأساسي اللي لازم ينعمل بهذه المرحلة هي إنه نحنا تأجيكيت ourselves نعرف بالضبط شو هي المشكلة اللي عم بتصير هل هي developmental stuttering psychogenic stuttering neurological stuttering هل هي مشكلة صحية نفسية أو مشكلة بالتطور بالضبط أو developmental أو بالتطور أو هو بعده ضمن العمر الطبيعي إنه ما يكون بيحكي منيح يعني عادة بارح كانت بمحل عم بيقولولي إنه ابنهم عمرهم سنة وتسعة شهر بعده ما بيحكي منيح ففي expectation عالي غير وولادة بيحكوا أحسن إذا غير وولادة على عمر أصغر حكوا مش يعني أولادة لازم يحكوا نحن منشوف شو هنه المايلسطونز الأساسيات اللي معترفة بهذا العمر يعني هو مفروض على سنتين ونصف متل ما ذكرت الولاد يكون قادر يكون جملة بس إذا حستينا أنه ما في ولا أي كلمة عم تنقال قبل هذا العمر مش غلط إنه نستشير أخصائي نطق مش ضروري نحجز جلسة فينا نستشير في كتير أخصائي النطق على إنستجرام وواتساب بيردوا علينا يعني نحن فينا نستشير حتى لو ما كان المشكلة كتير جراف أو كبيرة شكراً ريهام عوجودك معنا اليوم وعلى هالمعلومات القيمة نصطلع على بعض المعلومات الإضافية حول الموضوع بهالواقفة هل تعلم أن اضطرابات النطق والكلام تعتبر من أكثر أنواع إعاقات الأطفال انتشاراً تصيب طفل واحد من كل 12 طفل على مستوى العالم لا يوجد دليل على حدوث خلل في الدماغ في أغلب حالات اضطرابات اللغة لكن قد تكون هناك اختلافات طفيفة جداً في حجم بعض المناطق في المخ وفي نسب توزيع المادة الرمدية في المخ لكن ذلك قد يتفاوت من طفلاً إلى آخر بالفقرة الأولى من حلقة اليوم من التشيك أب تحدثنا مع ألين أبو كرم الاختصاصية باللغة وعلاج النطق عن مشاكل النطق الأكثر شيوعاً عند الأطفال ومع ألين هلأ رح نتعرف على أبرز التقنية المعتمدة علمياً لنساعد الأولاد على استعادة النطق السليم ألين؟ شايفين معك كتب ولعب بشو ممكن يساعدوا النطق عند الأطفال؟ عطول بنسأل أنه إذا نحنا بدنا نساعد أولادنا كيف ينا نساعدهم لحتى يصيروا يحكوا أكتر أكيد ما في شيء هيك مثل ماجيك يعني سحر من خلال الألعاب نحنا قدرين أن نساعد أولادنا بقلب البيت من خلال نصائح هيك عملية صغيرة رح فرجيكم إياها بهيدول الألعاب أول شيء كتب لكم تعرفوا قد أهمية الكتب والقرية مع الأطفال قد مهمة مشان هيك نقيت لكم أنا قصة صغيرة رح أحكي بشكل كتير سريع عن كيف فينا نحنا نقرأ القصة مع الولاد هيدا تشوبي بعرفو هيدا تشوبي محبوب الجماهير نحنا وقتا ناخد الكتب بغض النظر إذا كان مكتوب بالعربي بالفرنسي بالإنجليزي نحنا قدرين نقرأ نفس القصة مع الولاد بكذا لغة مهم أنه يكونوا الصور فيها واضحين يكونوا هيك فيهم ألوان حلوة ومريحين للنظر ونساعد الولاد أنه هم يفتحوا الورقة بإيدهم لحتى يشوفه على عمر كتير صغير فينا نجيب الكتب يلي بتكون معمولة بشكل سميك يعني الكارتون تبعها سميك لأنه الولد أكيد رح يحطهم بيتموه لحتى ما يتشوه أو يقدروا يقزوه وأكيد مثل ما شفته بأعمار صغيرة بيكونوا صور كتير بسطين بيرجزوا على فكرة أنه مثلا لاتسي هيدا الدب عم بيعمل حركة واحدة للولد يتعلم كلمة مع فعل مع كلمة تانية ونقدر نقل في جملة صغيرة لما نقرأ القصص الأكبر مع الولاد فينا مثلا نخبص صورة ونقول له حزار شو فيه هون هتلا نشوفنا طاك 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 منفتح هيدا الدب شو قولك عم بيقول هون نكون نحنا كمان عم نقدر نحكي مع الولد ونساعده يتعلم كلمات أكتر كمان فيه ألعاب أساسية مفروضة تكون موجودة عند الولاد بالبيت مثلا مثل هيدا اللعبة بتلاقوها موجودة من عمر كتير صغير وحتى لو كبر الولد هيدا اللعبة رح تكبر معه كيف؟ لأنه لما بيكون صغير رح يتعلم بس أنه يفكون ويحطهم محله بعدين رح نقدر نشتغل معه الألوان شو منحط هون أكبر هاي أصغر هاي أزرق هاي أحمر بعدين الولد فيجي بخيط ويجارب يحطهم بقلبة لحتى يعمل مسافيون مثل برداية صغيرة وبيقدر يخترع كتير أمور أو فيها تصير لعبة بسيطة من كب ومنجارب نشوفني بيقدر يفوتها لجوا أوكي هيدا هي نفس اللعبة البسيطة كمانا كتير مهم لولاد يكون عندهم يلا منسميهم فنجر بابتس مثل دماء صغيرة بيستعملوا الولد لأنه هيدا اللي بيساعدوه لحتى يطور الخيال والإبداع اللي عنده شو رأيكم نجربو؟ هيك الولد بيقدر هو يحط بإصبعه بيصير كمان الولد هو عم بيحكي مع أهله مثلا هيدا الفيل فجأة بيتحول لحتى يقول هاي هاي انت مين؟ أنا اليوم بدي اسألك سؤال كمان شفتوا إذا أنتوا هالقد مبسوطين فتخيلوا الولد قد بيكون مبسوط مجرد ما يلعب بيدوما صغيرة من هون كمان قادر أنه يتعلم كتير كلمات نقدر نوصله نحنا حتى مستجز معينين يعني مثلا لما بدي روح عند الطبيب بيكون خايف نحنا فينا ناخد هيدول الدماء نخبر أنه مثلا هيدا الفيل كان كتير خايف يروح عند الحكيم وشو بدنا نقول له الولد بيتحضر نفسيا أكتر وبنفس الوقت بيكون لعب وتسلى وشل نالو هالخوف الموجود عنده وبعد عندي لعب تاني كتير صغار كمانا مهم الأهل لحتى يساعدوا أولادهم يطوروا الإبداع والخيال اللي عندهم يكون فيه موجود مثل البوزل يلي الأمور يلي مركبها هلأ فيه كتير أشياء موجودة بقلب السوق بس أنه هنه مثل أفكار الأهل بيقدروا ياخدوهم يجيبوا منها الألعاب للولد يساعدوا أنه هو يطور مهاراته اللغوية الإبداع، الخيال، التفكير، التركيز والذكرى كمان إضافة إلى الألعاب، الأهل في عندهم التواصل اللغوي بالفقرة الأولى قلت لنا أنه ما لازم يحكوا معهم كلمات طفولية لحتى ما يوصلوا المشكلة بس إذا هنه عندهم مشكلة، كيف بيقدروا يتواصلوا معهم لغوياً لا يساعدوهم؟ حلأ نحن عطول حتى لو الولد عنده مشكل ضروري نحكي معه اللغة الصحيحة يعني نحن منقله شو هي الكلمة وبنتفادة نقله عيد، يلا رجع أولى لأنه بالنهاية الولد لو قدر يقولها من أول مرة ما كان رح يكون عنده مشكلة، شو بيصير؟ إذا أنت ما عم تقدر مثلا تقول كلمة فيل، أنا بيقلك قول فيل يلا قول فيل، طلع فيه عيدة أنت رح تحس هيدا الاستراس ما بقى بتقول أنا فيه يقلك، أنت شفت هيدا الفيل؟ شفت شو مهضوم وين بدك نحط الفيل؟ طيب هاتلا نخبي هون، وينك يا فيل يا حوال فيل هون بهالطريقة أنا عادت نفس الكلمة خمس مرات الولد قدر يستوعب هيدا الكلمة ويخزنه براسه بلا ما أنا قلت له عيد، وقول، وليش ما عم تحكي مني؟ وأكيد الأهل من الأفضل أن يتفادوا يقولوا لأولادهم أنت ما عم تعرف تحكي أو ليش عم تحكي هيك؟ ليش عم تحكي مثل أولاد الصغار؟ نحنا لازم نحسس الولد بثقة بنفسه أكتر نعطيه هيدول المعنويات لما مثلا بيقول كلمة غلط، إذا مثلا بدل ما يقول كلمة أحمر، قالنا هيدا حرر آه أنت أصدق تقول أحمر، إيه هيدا لون من سمي أحمر تعرف أنه أحمر يعني روج بالفرنسي، يعني رد بالإنجليش هيك بنفس الوقت أنا سعادة الولد أن يتعلم كلمات أكتر يصير عنده مخزون لغوي أكبر بلغات متعددة كمان ألين شفنا اليوم بسبب نمط الحياة الأمسرة بيشتغل أيضا اللي عم نحط الأطفال بالحضانة ع عمر كتير صغير هالحضانة بتساعدكن أنه نطور النطة والنموز ذهني عند الأطفال؟ أكيد كلما الأشخاص يعني كلما الأطفال بيكونوا محطية بأشخاص عم بيساعدون ويحفزون لحتى يطوروا نموهم أكتر وأكتر، الولد رح يكون عم يستفيد بس بنفس الوقت ما بدنا نحسس الأهل يلي مش حاطينوا أولادهم بالحضانة بأي نوع من الزنب هي الفكرة كتير هينة وبسيطة الولد بحاجة يلعب لينمى، يكبر ويتعلم نحن ما فينا نقعد الولد على الورقة والألم ونقل له أنت هلأ لازم تصير تعرف تحكي وتفكر بدنا قدمى فينا كأهل حتى لو مش حاطينوا أولادنا بالحضانة نخلق لهم فرص أو نخدهم على أنشطة بتساعدهم أنه يطوروا مهاراتهم الحسية يكتشفوا يلعبوا أكتر ويطوروا أكيد يعني ويجلغموا يعني ما يخافوا ياخدوهم على الطبيعة يلعبوا بالتراب يعطوهم قصص حسية يعني النشاطات الحسية اللي هلأ أكتر بتنعمل يساعدوا هالولاد أكتر لحتى يكتشفوا وبالتالي هالولد قادر أنه يطور طاقته أكتر وأكتر شكراً ألين أبو كرم لوجودك معنا وهالإحاطة الشاملة لموضوع النطق عند الأطفال ولهون بيكون حلقتنا من التشكب خلصة ما تنسوا دايماً تستشيروا الطبيب عند أي مشكلة بتصير معكم وانتبهوا على صحتكم نشوفكم بحلقة جديدة إلى اللقاء إلى اللقاء